اشتركوا في القناة هذه الاجتماعات كانت برعاية ايران وحزب الله وبحضور الصدر وقادة الميليشيات العراقية الموالية لطهران ووقع اختيارهم على الصدر ليأخذ دورا قياديا اكبر ضمن الميليشيات الموالية لايران في العراق وكشفت رويترز سعي الصدر لاضعاف التظاهرات عبر توجيه مطالبها الشعبية من اسقاط النظام السياسي والخلاص من الاحزاب والميليشيات الطائفية نحو اخراج القوات الامريكية من العراق للتغطية على خطة القضاء عليها لاحقا مقابل حصوله على دور اكبر في تشكيل حكومة علاوي وتسليمه حقائب وزارية بعينها على وفق الاتفاق الذي ابرم في قم بين الصدر وقادة الميليشيات الموالية لايران رويترز اكدت ان ايران ترا في الصدر املا لانقاذ موقفها المتهالك في العراق وهو ما اثبته لها فظهر يهدد باعادة جيش المهدي سيئ الصيت الى الشارع اذا ما حاول بعض ساسة السنة العودة الى التفجيرات بحسب زعمه في محاولة منه لاستمالة اتباعه طائفيا وهو ما لم يجد اذانا مصغية بين المتظاهرين الذين وادوا الطائفية مع انطلاق ثورة تشري